بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الأستاذ عبدالقادر منصف مدرس اللغة العربية الصف العاشر سأقوم بإذن الله بعرض وشرح دروس الصف العاشر للفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية ولا يفوتني في هذا الصدد أن أنوه بما يقوم به الفاضل رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك الأستاذ يونس الرحبي من مجهودات لربط والعمل على استمرارية التواصل بين الطالب والمعلم وشكر موصول للأستاذة سمية ربحي مديرة التعليم الأساسي ومستشارة الجودة والتطوير على كل هذه المجهودات الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الموصلين وعلى آله وصحبه أجمعين وها نحن أمام تابع ثاني من التوابع وهو التوكيد سنحاول بإذن الله أن نشرح هذا الدرس على غرار الدروس السابقة كرجاء الانتباه والتتبع وشكرا تعريف التوكيد التوكيد تابع يذكر في الكلام لتمكين المعنى في نفس السامع وإذالة ما قد يتوهمه من كلام وهو منقسم إلى نوعين توكيد لفظي وتوكيد معنوي التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ أي نعيد اللفظ مرتين وهذا اللفظ سواء أكان فعلا أم إسما أم حرفا أم جملة وهو من أسهل الضروس من نسبة لهذا الجزء فالمثال لتوكيد الفعل توكل توكل على الله فنحن هنا كررنا وأعدنا الفعل توكل هذا فعل أمر توكل وأردت أن أؤكد وألحها طبعا فأعدت هذا اللفظ توكل توكل فتوكل الثانية بالآذي اللون الأحمر فهي توكيد لفظي أي بإعادة اللفظ أعدنا اللفظ مرة ثانية وكمثال للحرف لا لا تقترب من المعاصي طبعا هناك عندنا تكرار لحرف لا فلا الأولى طبعا ناهية ولا التانية أيضا ناهية لكنها تعتبر توكيدا لفظيا لأن اللفظة وعيد فاللفظ طبعا هنا سواء كان اسم أو حرف أو أي لفظ أعدناه يسمى توكيدا لفظيا من نسبة للإسم كقول الشاعر أخاك أخاك إنما لا أخل له كساعن الهيجاء أو الهيجاء بغير سلاحي هنا تكرار كلمات أخاك أخاك فأخاك بالأحمر الثانية تعتبر توكيدا لفظيا أي أعيد هذا اللفظ للمرة الثانية بعد اللفظ الذي سبقه طيب المثال الأخير وهو مثال للجملة الله أكبر الله أكبر فالله أكبر الثانية هي جملة اسمية ويمكن أن تكون فعلية مثلا نقول توكر على الله توكر على الله يعيدها مرتين هنا الله أكبر فالله أكبر الثانية هذه الجملة الإسمية تعتبر توكيدا لفظيا أما الآن فننتقل إلى التوكيد المعنوي تعريفه هو توكيد الإسم بكلمات معروفة بعينها وأشهرها استعمالا عين ونفس وكل وجميع وكلة وكلتا بغض النظر طبعا عن ذات وعامة إلى غير ذلك من الأسماء التي تعتبر أيضا توكيدا معنويا سنركز على هذه الأسماء ولكن طبعا تعتبر توكيدا معنويا شريطة أن يتصل بها ضامير يعود على الإسم المؤكد لننظر الأمتلاع أو نتجه إلى الأمتلاع الآتية جاء محمد نفسه واحد في هذا المثال كلمة نفسه جاءت توكيدا معنويا وهي طبعا تشتمل على ضمير يعود على محمد ويطابقه في النوع وفي العدد فمحمد مذكر ونفسه مذكر لم نقل نفسها أو نفسها كذلك محمد مفرد ونفسه مفرد نتابع فاز علي العينه هنا توكيد بكلمة أو بإسم عين وعينه كذلك تطابق علي في النعوة وفي الإفراد وتشتمل على هذا الضمير الهاء رأيت الضيفة عينه والزائرة نفسها كافأ المدير الفائزين أنفسهم وشاركت الطبيبات أعينهن في علاج الجرحى نلاحظ هنا الكلمة دائما عين ونفس بالنسبة للزائرة قلنا نفسها ولم نقل نفسه لأنها لابد أن تطابق المؤكد والزائرة مؤنت ونفسها أيضا مؤنت والزائرة مفرد ونفسها مفرد وهذا هو التوكيد المعنوي يجب أن يطابق المؤكد من ناحية النوع والعدد كما نلاحظ أيضا كافأ المدير الفائزين أنفسهم طبعا هنا جمعنا كلمة نفس على أنفسهم وتطابق ما قبلها في الجمع وفي التذكير كذلك بالنسبة للطبيبات قلنا أعينهن وأعينهن جمع لعين وهي تطابق أيضا ما قبلها المؤكد الطبيبات في التأنيث وفي الجمع لذلك الأمثلة الآتية سافر المعتمرون كلهم حضر المدعوون جميعهم تفوق المشهدان كلاهما وفازت المتسابقتان كلتاهما نلاحظ هنا كلمة كل وجميع وكلة وكلتا كلها أيضا مرتبطة بضمير الهاء الذي يعود على المؤكد ويطابقه في النوع وفي العدد قاعدة نستكشفها مما سبق يشتغف التوكيد المعنوي أن يشتمل على ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في النوع والعدد أما كلا وكلتا في مثال مثلا جاء كلا الطالبين أو جاءت كلتا الطالبتين فهنا لا تعرب كلا توكيدا لماذا؟ لخلوها من الضمير بل تعرب حسب موقعها في الجملة على سبيل المثال جاء كلا الطالبين أو الطالبين عفوا كلا هنا فاعل مرفوع بالضم المقدرة عن الألف المنع من ظهورها التعذر فتعرب هنا إعراب الإثم المقصور فموقعها في الجملة طبعا ممكن أن يكون فاعلا هنا ممكن أن أقول تقيت بكلا الطالبين تكون في محل جر أو تكون مجرورا بالكسرة المقدرة أو رأيت كلا الطالبين أو كلتا الطالبتين وتكون هنا مفعونا به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف وبننا إلى الاحتراز قد اخترت هذا العنوان الغريبة نوعا ما الاحتراز من الخلق بين التوكيد وما يشبهه في اللف طبعا هل نعتبرها نكتة بالتفلية هنا الأستاذ يسألكم بين التوكيد المعنوية في معينه نجح كل الطلاب ونجح كلا الطالبين نجحت كلا الطالبتين ونجح جميع الطلاب محمد عينه مصابة محمد نفسه مطمئنة أين هو التوكيد المعنوي هنا الإجابة ليس هناك أي توكيد معنوي لماذا لكم الجواب أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات لكم الجواب طبعا نجح كل الطلاب ماذا قلنا عن كل وكلا وجميع وعين ونفس ماذا قلنا قلنا أن التوكيد المعنوي يجب أن يجتمل على ضمير يعود على المؤكد هل كل فيها ضمير لا ففروض أن نقول نجح الطلاب كلهم فلما تقتلن كل بهم العائدة على الطلاب الذي هو المؤكد نعتبرها توكيدا كذلك كلا لم نقل كلاهما وكلتا لم نقل كلتاهما أو كلتيهما جميع لم نقل جميعهم طيب هنا نتوقف وأظن أنه مكهوم محمد عينه مصابة ستسألني يا أستاذ عينه عين وفيها ضمير مقتن بضمير سأقول لك عينه هنا هي العين الحقيقية هي العين من الحواس عين محمد مصابة هل هناك توكيد؟ هل تحس في الجملة أن هناك توكيد؟ هذه جملة خبرية طبيعية أخبرك بأن محمد عينه مصابة إذن فالعين هنا العين التي نعرف جميعا التي من الحواس وكذلك محمد نفسه أي نفس نفس محمد ماذا بها؟ نفس محمد مطمئنة تعيسة حزينة بريحة إذن هنا نتكلم عن نفس الحقيقية وليست نفس من التوكيد هنا محمد عينه مصابة أو فقأ الولد عينه العين المجرد فقأ محمد ماذا فقأ عينه مفعول به وهو مضاف له مضاف إليه وهنا عين لا تعتبر توكيدا رغم اقترانها باله كذلك نفس لا تعتبر توكيدا فيجب الاحتراز من الوقوع في الخلط بين التوكيد المعنوي الحقيقي والفاض تشابه بالضبط ولهذا فيجب الاحتراز من هذا الخلط فإلى هنا ينتهي هذا الدرس وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في درس مقبض بحول الله ولكم هنا أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات بعض النماذج لإعراب التوكيد طبعا القدس عربية القدس عربية لعبوا لعبوا بالكرة رأيت المعلم نفسه شارك الأعضاء كلهم لن أتوانى في معاقبة المخالف عينه هنا عندنا توكيد الأول لفظي والتاني أيضا لفظي والتالت معنوي بنفس والرابع معنوي بكل وآخر واحد معنوي بالعين ولكم أن تتأملوا هذه الإعرابات تحاولوا أن ترسخوها في أذهانكم بنات الطالبات أبناء الطلاب لا تنسوا التواصل معنا عبر برنامج الموضل بموقع تبارك الخاصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا